السلام عليكم كيف حالكم أصدقائي معاكم حمزة من قناة ميتزيديو القناة الخدمية التعليمية الأكاديمية رح أكون معاكم إن شاء الله اليوم بمقدمة تعريفية عن مادة علوم الحياة العامة واحد المختصرها بايوان رح نتعرف على المادة وأقسامها وشو هي الشابترات الموجودة فيها يعطيكم العافية أصدقائي بالنسبة لمادة علوم الحياة العامة واحد أو ما يسمى اختصارا بالبيوان هي مادة مشتركة مع كافة التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية طبعا هي تعتبر الأساس للطلاب ومدخلهم البسيط إلى تخصصه من خلال هذه المادة رح ندخل بجو الجامعة وجو المحاضرات العلمية ورح ندخل بجو اللغة الإنجليزية من ناحية مصطلحات وبدأ أذكركم بالنسبة لهذه النقطة لا تنسوا أن تتابعونا بالفيديو السابق اللي حكينا فيه كيف نتعامل مع اللغة الإنجليزية رابط الفيديو رح تلاقوه بصندوق الوصف أسفل الفيديو طبعا المادة رح تتراوح ما بين السهولة والسلاسة والحاجة إلى الفهم أكثر من الحفظ طبعا ما رح نتخلى عن حفظنا لبعض المصطلحات ولكن بدأ نركز أكثر شي على الفهم المعلومات المذكورة ضمن هاي المادة كلنا درسناها بالتوجيهي ولكن الاختلاف أنه هنا رح يكون طريقة عرض المادة أو المحتوى ضمن هاي المادة رح يكون مختلف شوي ورح يكون موجود باللغة الإنجليزية ورح يركز أكثر شي على الفهم بالنسبة للاختبارات والامتحانات زي ما حكيت لكم أنه هم بيركزوا بالاختبارات على فهمك للمادة طبعا بشيء بسيط أو بنسبة بسيطة على بعض التعاريف والمصطلحات وأنا إن شاء الله رح أركز معكم على المصطلحات لأنه هي اللي رح نبني عليها كامل دراستنا بداية المادة رح تكون عبارة عن حفظ المصطلحات العلمية والتعاريف وبعض المفاهيم وخاصة أول أربعة شابترات هي مادة حفظية بحتة بعد هيك رح نتدرج شوي شوي لحتى تصير الأمور أقرب للفهم أكثر منها للحفظ وخاصة في الشابترات الأخيرة دورة حياة الخلية السيل سايكل والميوسيز والسيكشوال لايف سايكل طبعا هون ما رح نتوقف عن حفظ المصطلحات وخاصة اللي بتكون مميزة بالخط العريض هالشيء إن شاء الله رح أركز لكم عليه ورح أساعدكم فيه ورح أذكركم فيه أول بأول لما ندخل على المادة ونتعرف على الشابترات الموجودة فيها بالبداية رح ندرس عن خصاص الطبيعة والماء الشابتر اللي بعده رح نحكي بعمق ضمن الخلية الحيوانية أكثر ورح نتعرف على مكوناتها وشو دور ومهمة كل جزء ضمن هاي الخلية رح نحكي بعد هيك عن أهمية غلاف الخلية من خلال أو من حيث البنية والوظيفة الشابتر اللي بعده مهم كثير وبيحتاج تركيز ألا وهو السيلولار ريسبايريشن أنت فرمينتيشن الشابتر بيحكي عن دنفس الخلية وعن التخمر وآخر إشي رح نحكي عن دورة حياة الخلية والتكاثر الجنسي وبالختام رح يكون معنا فكرة مهمة جدا عن انقسام الخلية وتناقل الشفرات الوراثية الموجودة بالDNA وتحولها إلى بروتينات وصفات وراثية وهيك إن شاء الله منكون أخذنا فكرة عامة عن المادة إن شاء الله تستفيدوا معنا ولا تنسوا تشاركوا الفيديو لأصدقائكم مشان يستفيدوا وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ودعمونا باللايكات والتعليقات لحتى نستمر بتقديم المساعدة لكم يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة